الصوم هو احدى الركائز التي بني عليها الاسلام ففي الرواية عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية والصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى زوال الحمرة المشرقية التي تحدث بعد غروب الشمس ويجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ويثبت شهر رمضان برؤية الهلال بالعين المجردة او باتمام ثلاثين يوما من شعبان في حالة عدم رؤية الهلال ترجمة نانسي قنقر